دشتنا محافظ محافظة شبو عوض الوزير عمل مركز الإصدار الآلي للبطاقة الشخصية الذكية بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة وفي التدشين عبر المحافظ بن الوزير عن سعادته بتدشين عمل المركز مشيدا بالآلية الرقمية الحديثة التي يعمل بها في إصدار البطاقة الشخصية الذكية منوها بدوره في تأسيس للسجل الإلكتروني العام لكافة وثائق إثبات الهوية والهوية والأحوال المدنية للمواطنين مشيرا إلى مزايا استخداماته المتعددة وسهولة الحصول على المعلومة المطلوبة من جانبه أوضح القائم بأعمال فرع الأحوال المدنية بالمحافظة النقيب صالح فيهيد أهمية العمل بالنظام الرقمي الجديد للبطاقة الشخصية الذكية مشيدا بدعم محافظ المحافظة للمشروع ومتابعة خطوات إنجازه أولا بأول